الآن حقيقة هؤلاء كل نازح سواء أن تدري بعض ابناجر في الصخر موجودين في اسكندرية موجودين في بابل موجودين حتى في نجف وكربلا لكن اليوم القرار هو حقيقة نكون واضحين كثير من تم توطينهم في مناطق قريبة سواء في أربين تم إيجارهم وكذلك في السيمانية وذلك في ديالة لكن نقول الآن الأولوية الأصحاب المنحة حصريا لمن يفكر بالعودة أحسنت وهذا لا يعني حرمان هؤلاء من حقهم لكن بالتأكيد سوف تكون الأولوية والتركيز الأساسي على هؤلاء من أجل على الأقل تنفيذ القرار وكما ذكرتم البرنامج الحكوم